أفاد العدد الأخير من منشورات مختصرات المندوبية السامية لتخطيطة بأن إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأطحى تقدر بأكثر من 18 مليار درهم وأكدت المندوبية أنه وفق وطيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023 فإن متوسط السعر الماشي المخصص للنحر يقدر بمبلغ 2400 درهم في عام 2023 مما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم للحديث عن الموضوع معنا الخبير والمحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أهلا بك معنا أستاذ وعيد سعيد عيد مبارك سعيد شكرا بداية كيف يتم احتساب مثل هذه النفقات أعتقد أن هذه النفقات هم الاحتفال الكامل بعيد الأطحى الذي هو يعتبر عيدا مباركا قويا كل العائلات تسعى إلى وضعه في أولوية الحاجيات التي تحتاجها فشراء الأطحية في حد ذاتها ليست هي كل مصاريف فهناك شراء الأطحية ولكن مهم أهم شيء من ذلك هي ما يحيط الأطحية من مصروفات نتكلم مثلا عن كل ما يمكن أن يتبعى هذه المسألة فنجد مصاريف كثيرة هي تمت توريتها للأبناء من الأباء الأوائل حيث أن هناك اختيار أضحية تكون في المستوى تجيب أولا للقوانين الدينية التي تقول بأن الأضحية عليها أن تكون قادرة وقابلة للنحر في يوم العيد ولكن أهم شيء علينا أن ننظر إليه فأن هذا العيد يكون عيدة تضحية أي أنه تمثيل لما كان طالب به الله سبحانه وتعالى للرسول حتى يضحية بابنه وفداه بكبش في تلك المرحلة ولكن الآن أصبحت هذه من تقاليد العريقة لدى المغاربة كلهم فعلينا أن ننظر إلى ذلك كما ينظر مثلا الأوروبيين أو الكاتوليكيين لمسألة نوال فالاحتفال بنوال هي ليس احتفالا دينيا لكنه أصبح اليوم عملية تجارية تتبعها من المصاريف وفي هذا السياق أستاذ برأيك ماذا يمثل رقم 18 مليار درهم وهو رقم كبير ماذا يمثل هذا الرقم بالمقارنة مع الأيام العادية أو حتى مع فترات الأعياد السابقة أعتقد بأن هذه هي من المصاريف الكبيرة جدا إذا أردنا أن نطرح منحنا ليرينا كيف تم صرف الأموال لدى المغاربة في هذه الفترة حيث إذا نظرت إلى ميزانية عائلة متوسطة ستجد بأن 2400 درهم أو 2500 درهم في ميزانية هذه العائلة هو ربما 30 أو 40% مما يمكن أن نقوله بالنسبة للمواطنين المغاربة طيب أستاذ هناك معطى آخر أوردته المندوبية السامية للتخطيط بالإشارة إلى أن هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بعيد الأضحى تثقل بنسبة 42% الميزانية الشهرية لما يعادل 10% من الأسر الأكثر هشاشة ما هي قراءتك لهذا المعطى وكيف نفسر ذلك؟ أعتقد بأن ما تحدثت عنه في المصاريف برمتها في هذه المناسبة هي مصاريف كبيرة جدا وإذا عملنا على مقارنة ما يمكن صرفه في هذه المناسبة مع ما هو موجود في المصاريف السنوية سنجد فعلا بأن مصاريف العيد الأضحى هي مصاريف تقيلة وكبيرة جدا يعني كما قلتم فهي 10% على الأقل من ما يخصصه المستهلك المغربي لنفسه للأضحية ولأشياء أخرى إن هناك أعياد أخرى تهيادينية ولكن لا نضحي من أجلها بكل غال ونفيس لأنه الآن العيد وأصبح إشارة للاحتفال والاحتفاء بها فأعتقد بأنه حتى التجار حتى المضاربات تساهم في غلاء الأضحيات ولو كانت الأضحية موجودة كما نرى في الصور التي تبتونها أنتم فهي تدل على مدتهم تدل على وجود الصرديل وهو من أجمل وأحسن الأغنام التي هي موجودة في الأضحيات فأعتقد بأن هذه الأضحيات كان لها موقع اعتباري لها موقع اجتماعي وأعتقد بأن المصارف هي كهي كذلك ولكن سنة 2023 عرفت ارتفاعا مهولا حيث أن حديث المغربيات والمغاربة في الصالونات في البيوت في المساجد في كل أماكن عن غلاء أضحية هذه السنة ولو أن البعض تحدث عن أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية عملت على استيراد عدد من الرؤوس من دول صديقة وشقيقة خريبة منها حتى يتم تغطية كل حاجيات فيما يتعلق بهذه هذا الواجب الإسلامي هذا الواجب الديني الديني نعم الخبير والمحلل الاقتصادي دريس العيساوي شكرا لك على كل هذه المعطيات كنت معنا مباشرة من الرباط ترجمة نانسي قنقر